مرحبا حبائب قلبي تعالوا نعمل اطيب خبز و اطيب معجنات بعتاز لنص لتر مي يكون دافي بدرجة حرارة الجسم بدرجة 37 بدي زرف خميري فورية و بدي معلقتين و نص سكر كبار شايفين حبائب هلأ بدي حرك العجانة شوي وبعدين بعد ما حرك العجانة هوني بدي يغطيهم وتركهم لمدة 10 دقايق لحتى تبلش عندي الخميري بالتفاعل بعد 10 دقايق الخميري مثل مو شايفين بلشت بالتفاعل هوني عمزين 700 جرام اطحين شايفين كيف الخميري هلأ رح انزل بقسم من الطحين وهلأ رح شغل العجانة وهلأ لطحين رح صير انزل فيه بالتدريج شايفين غوالي هيك بطلني انزل بطحين بالتدريج هلأ هوني شايفين كيف العجانة ببقى عم تلزق تقريبا بدي حط معلقتين صغار ملح وهلأ بدي ارجع شغل العجانة وحط القسم المتبقي من لطحين متل ما كون شايفين بحط الملح اخر شي لانه اذا حطيت الملح فورا بيموت الخميري بحطه اخر شي شان اضمن مية بالمية انه العجانة عندي تتخمر بطريقة تكون كتير كويسة والملح ما يأثر على الخميري هلأ هوني بدي اشيل العجانة شايفين حبايب بدي اشيل العجينة انا حطيت اول شي سبعمائة جرام طحين هلأ هوني اخدت معلقة طحين كمان بدي لم فيها العجين وفيها عندي معلقة تانية كمان عم حطة بس هيك بدب العجينة وبدعك ادعك الاخيرة هلأ رح فرجيكم قوام تبع العجينة شايفين حبايب هوني صارت عندي العجينة جاهزة شايفين العجينة طرية وما بتلزق على الايد شوفوا الملمس سبع شلون يعني هي كتير طرية ونفس الوقت ما بتلزق على الايد هلأ بدي ارجع رجعها على نفس الوعاء هوني عندي معلقة زيت كبيرة بس بدي هيك يحطها فوق العجينة وهلأ بدي اغطيها وخليها ترتاح لبدة ساعة بعد ساعة اتخمرت عندي العجينة شايفين ما شاء الله محلها هلأ هون أنا في عندي ميزان بدي اقطع العجينة 85 جرام الاشخاص اللي ما عندهم ميزان أنا طلعت عندي هاي العجينة 14 عجينة السيطة لقضة 14 عجينة اللي ما عندهم ميزان فيكن تصوه 14 وحدة واللي عندهم ميزان 85 جرام شايفين حبائب منقطع كل العجينة وبعد ما نقطع شايفين حبائب بدنا هون نكورها بهاي الطريقة طلع عندي بالون هوا بس هيكي طقيته بالعجينة نحن وعم نكور بالعجين ازا طلع عنا هيكي طابت هوا بس هيكي طقوة وانا حطيتهم على صينية انا حاطت عليها ورقة زبدة وهي الورقة زبدة فوق منها انا راشش الطحين حطيت الطحين فوق ورقة الزبدة وهلا عم حط العجين فوق منها شايفين حبائب وهلا هون بد يرجع كمان رشي طحين على العجين يعني من تحت ومن فوق رشية الطحين هلا هون بدي يغطي العجين خليه يرتاح لمدة عشرين دقيقة عندي الفرن شغلته على اعلى عيار ومشغل من فوق ومن تحد وفي عندي هذا الحجر طبع الفرن هذا بيعطي درجة حرارة كتير قوية وفي عندي هذا الرفش لحد تشير فيه ازا ما في عنكم من هذا الحجر ما في مشكلة حطوا بس الصينية طبع الفرن اللي بوا بالعكس هلا اول شي رح بلش بالخبز طبعا هاي العجينة بتشتغل معكم للخبز بتشتغل معكم للمعجنات رائعة جدا بس بدي افتح الانغيف بالشوبك بهالطريقة بدي يرقوا هيك بهذا المقاس اعطيه هذا الشكل الدائري بعدين بدي يشيله وعلى الفرن شايفين الفرن مشغل على اوى درجة هلا هون الغبز بينفخ عندي ما بيطول الارغيف بالفرن تقريبا 45 ثانية بيكون صار عندي الارغيف جاهز شايفين ما شاء الله حبايب هلا هون صار جاهز هلا بشيله من الفرن طبعا وفيكن تابعوا بنفس الطريقة اذا بتكن تعملوا خبز واذا بتكن تعملوا مع الجنات فيكن بس تبلشوا دغريبوا مع الجنات انا عملت شوية خبز والقسم الباقي بدي اعملوا مع الجنات هلا هون في عندي جبنة بيضة بلدية هرستها بالشوكي بهي طريقة حطيت فوق منها بيضة وحطيت حبة البركة وحطيت سمزم وفي عندي هون كمان باق دونس هلا بدي حرقوا مع بعضهم كتير منيح بدي اعمل هون فطاير بجبنة وهوني عندي زعتر عشان اعمل من ايش الزعتر حطيت فوق منهم زيت زيتون بدي حرقوا مع بعضهم كتير منيح هلأ وصلت لهذا القوام هلأ بحطيه دول سهولة عن الجلب وراح بلش بمنقيش الجبنة منقيش الجبنة شايفين بحط شوية رشة طحين من تحت ورشة طحين من فوق وبعمل بهذا الشكل البيضوي للعجينة شايفين كيف هاي لمنقيش الجبنة هلأ بحط هون الجبنة فوق منها وهيك بضب العجينة بهاي الطريقة لعطيها شكل الزورق شايفين الشكل كتير حلو وكمان الطعم كتير طيب بحطهن على صينية في عليا ورقة زبدة شايفين حباب متل ما انه ازا بتكونوا تعملوا في طاير جبنة عطوه هاد الشكل تبع الزورق هيك تفتح هوه بالشوبك بشكل بيضوي بتضبوها بهي الطريقة وازا بتكون ياها زعتر كمان بالشوبك بس تعطوها شكل دائري هلأ هاي التالت واحدة عم مفرجيكم اياها كيف بنعملها طبع الجبنة طريقة تبعيتها طبعا بتنفطو الطحين عليها وبعدين بتحطوه الجبنة الطريقة كتير سهلة هلأ هوني بدي حطهم بالفرن شايفين حباب حطهم منتصف الفرن هلأ هوني كمان عملت خبزة يعني لأنه هاي العجينة بتشتغل معنا للخبز بتشتغل معنا للمنيش هاي فتحت هايك للخبزة بهذا الشكل وصار عندي فطاير جبنة جاهزين هلا هي بدي حطها بالفرن وهوني فطاير جبنة صاروا جاهزين شوفوا حباب أحلى هون يعني طعمتهم ولا أطيب منه وهذا هوني الخبز كمان خلاص شايفين يا غوالي هلأ هاي آخر وحدي طبعا أنا عملت كزا وحدي كمان زعتر بس بدي فرجيكم بيف عملها بس بالطريقة هاي هيك تكبسها شوي صغيرة للعجينة وهلأ بدي حط الزعتر فوق منها هاد الزعتر كتير طيب زعتر الأخطر هلأ بدي دخلها على الفرن أول شي بدي عمل لها هاد الشكل هيك مثل شكل الشمس هيك شوي التكبيس من على الطراف وبدخلها على الفرن صار عندي جاهزة جربت طريقة وريتو ألف صحة وهنا على علبكم موسيقى